السلام عليكم في هذا الفيديو نقدم لكم الحصة الأولى من درس معادلة مستقيم الذي يهم تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي القدرات المستهدفة في هذا المقطع هي أولا التعرف على المعادلة المختصرة لمستقيم ثانيا إنشاء مستقيم انطلاقا من معادلته المختصرة ثالثا تحديد المعادلة المختصرة لمستقيم أولا المعادلة المختصرة لمستقيم تعريف ليكن OIG معلما متعامدا ممنظما كما يبين الشكل جانبه المستقيم D الغير موازي لمحور الأرتيب كما يبين الشكل جانبه هو مجموعة النقط M ذات الإحداثيات X Y التي تحقق المعادلة Y تساوي MX زائد P العدد M يسمى المعامل الموجه أو الميل العدد P يسمى الأرطوب عند الأصل الشكل جانبه يوضح المستقيم D ومعادلته المختصرة Y تساوي MX زائد P المثال الأول نعتبر دلتا مستقيم معادلته المختصرة هي Y تساوي ناقص 3X زائد 2 المعامل الموجه للمستقيم دلتا هو ناقص 3 الأرطوب عند الأصل هو 2 المثال الثاني نعتبر D مستقيم معادلته المختصرة هي Y تساوي 2X ناقص 1 المعامل الموجه للمستقيم D هو العدد 2 الأرطوب عند الأصل هو العدد ناقص 1 الجدول التالي يوضح كيفية إنشاء النقطة A وB من المستقيم D وذلك باستعمال معادلته المختصرة نعوض X بالعدد 1 في المعادلة المختصرة فنحصل على 2 في 1 ناقص 1 فتعطينا Y يساوي 1 نعوض X بالعدد السفر في المعادلة المختصرة للمستقيم D فنحصل على 2 ضرب 0 ناقص 1 تساوي ناقص 1 الشكل جانبه يبين المستقيم D باللون الأحمر يمر من النقطتين A ذات الإحداثيات 1 1 وب ذات الإحداثيات 0 ناقص 1 ثانيا تحديد المعادلة المختصرة لمستقيم خاصية إذا كانت A ذات الإحداثيات X A Y A و B ذات الإحداثيات X B Y B نقطتين مختلفتين من المستقيم D الذي معادلته المختصرة Y تساوي MX زائد B مع X B يخالف X A فإن المعاملة الموجه للمستقيم D هو M تساوي Y B ناقص Y A على X B ناقص X A الأرطوب عند الأصل هو B يساوي Y A ناقص M X A ملاحظة لحساب الأرطوب عند الأصل يمكن كذلك استعمال النقطة B ذات الإحداثيات X B Y B بحيث B تساوي Y B ناقص MX B مثال لنحدد المعادلة المختصرة للمستقيم AB بحيث A ذات الإحداثيات 4 2 وب ذات الإحداثيات ناقص 3 1 المعامل الموجه للمستقيم AB هو M يساوي Y B ناقص Y A على X B ناقص X A وبتعويض الإحداثيات في الكتابة نحصل على 1 ناقص 2 نقص على ناقص 3 ناقص 4 تساوي ناقص 1 على ناقص 7 نقوم بتبسيط الحساب فنحصل على M تساوي 1 على 7 الأرطوب عند الأصل P هو P يساوي Y A ناقص M X A وبتعويض إحداثيتي النقطة A في الكتابة نحصل على 2 ناقص 1 على 7 ضرب 4 تساوي 2 ناقص 4 على 7 نقوم بتوحيد المقام ونحصل على 14 على 7 ناقص 4 على 7 تساوي 10 على 7 ومنه المعادلة المختصرة للمستقيم AB هي Y تساوي 1 على 7 X زائد 10 على 7 حالات خاصة الحالة الأولى مستقيم موازي لمحور الأفاصيل المعادلة المختصرة للمستقيم D الموازي لمحور الأفاصيل تكتب على الشكل Y تساوي P مع P عدد حقيقي كما يبين الشكل أسفله المستقيم D الذي يمر من النقطة ذات الأرطوب P والموازي لمحور الأفاصيل معادلته المختصرة تكتب على الشكل Y تساوي P بتعبير آخر جميع النقطة التي تنتمي للمستقيم D لها نفس الأرطوب P الحالة الثانية مستقيم الموازي لمحور الأراتيب المعادلة المختصرة للمستقيم الدلتا الموازي لمحور الأراتيب تكتب على الشكل X تساوي K مع K عدد حقيقي كما يبين الشكل أسفله وبتعبير آخر جميع النقطة التي تنتمي للمستقيم دلتا لها نفس الأفصول K نشكركم على حسن انتباهكم وإلى الحلقة المقبلة بإذن الله موسيقى موسيقى